اشتركوا في القناة والتبركات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد سمو رئيس الحرس الوطني أن هذه المناسبة تعد تجسيدا واضحا لإرادة شعب مملكة البحرين لمشروع جلالته الإصلاحي وبداية عهد زاهر للمملكة ونهضة تنموية شاملة في مسيرة البناء والتقدم والازدهار تحت راية جلالته سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالته بموفور الصحة والعافية ويحفظ جلالته ذخرا وعزا لمملكة البحرين وشعبها الوفي وقائدا حكيما لمسيرتها التنموية والحضارية الزاخرة بالإنجازات المشرفة بفضل الرؤية السديدة لجلالته أيده الله